السلام عليكم هذه المحاضرة الثانية في مساق تبريد المنزلي والتجاري والصناعي حكينا على التبريد المنزلي فيما يخص الثلاجة في المحاضرة السابقة واليوم هندخل على التبريد التجاري وقبل ما نخشع التبريد التجاري لازم نفهم حفظ المواد الغذائية وطريقة حفظ المواد الغذائية بالتجميد أو بالتبريد وإيش يسمى حفظ المواد الغذائية بالانجليزي preservation of food status نيجي لحفظ المواد الغذائية بالطرق التقليدية يعني زمان قبل ما يكون فيه كهرب كان الإنسان يحفظ المواد الغذائية بطرق تقليدية ومن أهم هذه الطرق أول حاجة طريقة التجفيف الطبيعي كيف يعني التجفيف الطبيعي؟ يعني كنا زمان حتى أنا حضرت الحكمة هذه كيف يحفظ بفضل الخضروات زي الطماطم مثلاً يعرضوها للشمس حتى تنشف فتنشف وبعدين برجعوا بستخلصوا منها المية عشان ما تخربش وبعدين برجعوا استخدامها بحطوا عليها قليل من ماء لعادة طروتها إذن هنا التجفيف تستخدم هذه الطريقة عادة لحفظ بعض القضروات مثل الطماطم والبذنجان حيث يتم تعرضها لأشعة الشمس للتخلص من الماء ثم تحفظ بعد جفافها في أماكن باردة وجافة لحين استخدامها وعند الحاجة عليها تنقع قبل طبقها قليلاً بالماء يعني بنقعوها بالمية عشان يطروها لعادة طروتها وبعدين برجعوا بيستخدموها أو بطبقوها طريقة تانية التمليح تمليح هذه كان يملحوا فيها الجبنة ما كان فيه جبجف زمان يكون مالح أعرفش إذا حد فاكو فالجب جب أو الجبنة فبطعوا فيها الملع عشان تستمر فترة أطول كما يحفظ اللحم بنفس الطريقة كيف كان يحفظ اللحم يغلى الماء البارد ويبرد ويملح ويسكب يضع فوق اللحم ثم تترك يعني بيجيبوا المية وبغلوها وببردوها وبطعليها ملح بعدين بسكبوها أو بدروها فوق اللحم وبتركوها وتمتاز هذه اللحوم براحتها الحادة وطعمها اللذيذ جداً وعند طبخها يكتفى بها من ملح يعني بنحطش عليها ملح كمان مرة لأنه هي أصلاً مالحة نيجي على الطريقة الثالثة التخليل التخليل اللي حتى الآن بيستخدموه اللي هي مخلل يعني زي ما بنقولوه بيجيب خيار قرنبيط فلفل أو مكبوس هذا بسموه وبحطوه في إيش في مية وملح وعشان يخللوه أي إيش بيستخدم تستخدم هذه الطريقة لحفظ الكثير من الخضروات مثل الخيار والقرنبيط والفلفل الأخضر الكبير والصغير والطماطم الخضراء والزيتون بأنواعه زيتون هذا لما نكبسه يسموه تخليل تخلى المعظم هذه الخضروات بالماء والملح يحطها في مية وملح ويضاف إليها الثوم للنكهة مثل مخللات الخيار والفلفل النعم طيب الحين يجي على الطرق الحديثة لحفظ الأغذية هم اكتشفوا أن الطرق التقليدية بانتج عنها مشاكل إيش هي المشاكل؟ كالتغير في المظهر والطعم والرائحة وبالتالي نقص في الجودة والقيمة الغذائية لها لذلك لابد من التفكير في طرق أخرى لحفظ المواد الغذائية في حالة جيدة والفترة طويل نصبيا من هذه الطرق التجفيف التجفيف بس الطرق إيش حديثة طرق التجفيف بعدين عندنا التعليم وانتوا شايفين المعلبات دهب بالدنيا وتستمر لفترة طويلة والتبريد والتجميد اللي هو هذا إيش موضوعنا أول إيش التجفيف إيش بيستفيدوا من التجفيف في حفظ المواد الغذائية اللي هو وقف تلف المواد الغذائية كيف بتم وقف تلفها؟ يعني إنها ما تتلفش أي عنما يتم بحرمان الأنزيمات والأحياء الدقيقة من التكاثر يعني بمنع الأنزيمات والأحياء الدقيقة داخل هذه المادة الغذائية من التكاثر كيف عن طريق التخلص من الماء الموجود داخل المادة الغذائية؟ إذا أنا بشفط منها الماء في هذه الحالة إيش؟ لأنها هي الأنزيمات والأحياء الدقيقة تتكثر في وجود وسط رطب لنفهم الماء فلما أنا أتخلص من الماء الموجود داخل المادة الغذائية هذا يساعد في حفظ المادة الغذائية لفترة طويلة وهما ما يعرف بالتجفيف الحين تطورت هذه الصناعة وصارت إيش؟ دمج التجميد مع التجفيف وهي طريقة ناجحة ليش؟ لفصل المادة الغذائية للماء عندما تكون في حالة التجميد ويتم بواسطة عملية التسامي وتحت الضغط الفراغي ويتم التجميد بطريقة سريعة بحيث لا يكون هناك وجود لأي سائل أو أما عملية التجفيف فتتم في غرفة مفرغة بإضافة حرارة التسامي ليش فيديد حرارة التسامي؟ يتحول السائل المجمد من صلب إلى بخار ويتم سحبه بواسطة مضخ التفرية يعني السائل اللي بيكون متجمد بحوله مباشرة اللي هي عملية التسامي من ثلج إلى بخار ويتم سحبه بواسط مضخة مضخة تفرية عشان هيك بقى تخلص أنا من السائل المجمد تبريد والتجميد الحين نيجي على طريقة التبريد والتجميد تتلخص طريقة حفظ المواد الغذائية بالتبريد في معاملة الغذاء تحت درجات حرارة منخفضة لمنع نمو ونشاط الكائنات الحية وليس قتلها إذن أنا أنا بقصد في عملية التبريد المواد الغذائية أنه أنا باحتفظ بدرجة حرارة منخفضة يعني لو درجة حرارة الجو عشرين درجة أنا ممكن أحتفظ لعن درجة سبعة تمانية عشرة خمسة فهذه بتأديش إلى تجميد بتأدي إلى تبريد وكذلك إيقاف التفاعلات الأنزمية التي تغير من خواص الغذاء وقيمته الغذائية يعني هذه إيش تمنع نشاط النمو بتضل الكائنات الحية والأنزمات بقتلهاش لكن تمنع نشاطها بتوقف نشاطها طالما هي في حال التبريد وتستخدم الثلاجة المنزلية في هذه الطريقة لحفظ المواد الغذائية لمدة قصيرة وفي درجة حرارة تقارب الأربع درجات يعني إحنا نستخدم هذه يوم يومين أو يوم نص وتحت درجة حرارة أربعة خمسة ستة درجة حرارة إيش وطيئة مش أقل من أربعة لأنه أقل من أربعة يبدأ تجمد الماء عند الأربعة حد فاصل يعني فوق الأربعة بيكون تبريد تحت الأربعة تبدأ عملية التجمد لأنه الماء تحت الأربعة بيبدأ عملية التجمد لحد ما يصر الصفر بيكون تجمد وكذلك يعني عند أربعة درجات ولهم مدة قصيرة يعني يوم يوم وكذلك يستخدم الفريزر المنزل والتجاري التي تصل درجة حرارة ونقص 18 في حفظ الأغذية لعدة شهور طبعا مع قطع الكهرب يعني صعب الصغير لكن في حالة أنه الكهرب مستمرة ممكن الفريزر عندنا يحتفظ بدرجة حرارة نقص 18 وتضلها لشهر شهريين ثلاثة لأنه أنا بحكي على افتراض أنه في الشي قطع الكهرب طب بعدين ايش؟ تطورت صناعة التبريد وتجميد الأغذية بشكل كبير في السنوات الأخيرة على نطاق تجاري عن طريق تجميد بعض المواد الغذائية باستخدام النيتروجين السائل هذا النيتروجين السائل تصل درجة حرارة ناقص 186 درجة وبهذه الطريقة يمكن تجميد بعض أنواع الأغذية بسرعة كبيرة يعني أنت تخيل أنه مادة غذائية تعرضت درجة حرارة 186 بالسالب على السريع بتتجمد ولما تتجمد على السريع بضمن احتفاظ بقوامها الأصلي دون تغير يذكر من قيمتها الغذائية يعني لأن ما بصير عند تجميد سريع يعني خلال 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة بتتجمد ذا عندما أسيح على قيها محتفظة بقوامها الغذائي كما هو إن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة يجعل من صناعة حفظ المواد الغذائية بالتبريد والتجميد واحدة من الصناعات العالية التكريف بحكينا أنه إيش استخدام الطاقة للكه الكهرباء بيجعل حفظ المواد الغذائية بالتبريد والتجميد واحدة من الصناعات عالية التكريف بقول هذا بالطبع إذا كان الهدف من العملية هو الحفاظ على القيمة الغذائية للمنتج يعني أنا إذا أريد أحفظ القيمة الغذائية الممكن يكلفني الإشياء هذا طاقة أما صناعة التعليب أكثر تكلفة من صناعة التجميد وهي فيه عندنا جدول واحد واحد بقارن بين التجميد وبين أيش التعليم مين ممكن يكلف أكثر الآن بعمل مقارنة بين تكلفة التعليب وتكلفة التجميد الحين فيه الأرقام هذه واحد والأرقام اثنين وهذه الأرقام تمثل معامل الطاقة مؤشر التكلفة يعني عندنا في عملية التجميد عملية التجميد الآن فيه تكلفة التعليب وتكلفة التجميد الآن التجميد في حالة التجميد يعني لازم أجمد المادة الغذائية في حالة التعليب بتكلفني إش لكن في حالة التجميد آه بتكلفني رقم واحد اللي هي معامل الطاقة واحد يعني التجميد أول إش العمليات التجميد إيش بلزم آه في حالة بكلف التجميد آه رقم واحد أو معامل رقم واحد أو معامل واحد أو مؤشر واحد ولكن في التعليب بلزمني إش تجميد فإيش بكون صفر إذن مين في حالة التجميد عملية التجميد أكثر بكلف اللي هو التجميد بكلف أكتر لأنه هانا واحد وفي التعليب نجح على التعقيم التعقيم هانا اتنين لأنه في حالة التعليب بكلفني التعقيم درجتين أما في التجمد بلزمني إش تعقيم إذن هانا تكلفة التعقيم في التعليب أكثر بمرحلتين من تكلفة التجميد التغليب هنا بكلف في التعليب عشر أضعاف التعليب لو التعليب نص بضربه في عشرة بصير التجميد خمسة بكلف أكتر نقل مسافة خمسمائة كيلومتر هانا التعليب بكلف واحد والتجميد بكلف درجة واحد من عشرة هانا تقريبا متساوية لو جمعنا المجموع التعليب فبطلع عندي ثمانية وثلاثين ونص والتجميد عشرين وستة من عشرة بالحالة هذي بكون إيش التجميد أرخص من التعليب يعني مين بكلف أكتر إيش اللي بكلف أكتر التعليب ثمانية وثلاثين درجة ونص وهانا عشرين وستة من عشرة فبكون التعليب عندي أكثر من التجميد ككلفة في الطاقة بحكي هانو كما يتضح فأنه لا توجد طريقة واحدة على حفظ الأغذية يمكن استخدامها في كل الحالات وإنما يمكن القول بأن حفظ الأغذية واحدة من الطرق الموجودة المذكورة وعندنا عدة المنتج ومدة التخزين والهدف من التخزين وسهولة توفر معدات التخزين والنقل من مكان إلى آخر أنا عندي مش واضح هنا أذكرك إياه لكن أنتو في العادة الإشي سهل ممكن أنتو تقرأوه بشكل سلس وإن شاء الله نحن نركز لكم على المسائل الحسابية بشكل أكبر هذا أنت بتقدر إيش تقرأوه لكن إحنا بنقرأه من باب أنه أنت نذاكر معك أو نجيب رأك على الدراسة معنا لأنه أنت ممكن أنت تكسل تقرأوه فأنت لما بتسمع وتقرأ ممكن يكون أفيد إليك في هذا الموضوع فهنا بيحكي لابد من التنويه هنا لأنه يمكن تقسيم المواد الغذائية المراد تخزينها لأمجموعتين المواد الغذائية الحية وقت الحفظ والتوزية إيش بقصد فيها الحية للقدار والفواكه يكون قطفينها جديد فبسموها حية الحاجة التانية المواد الغذائية الميتة وقت الحفظ والتوزية الميتة لزيل الحوم والأسماك أو الدواجن هذه بعد ما بيضمحها خلاص بتصير إيش ميتة فبيحكيها أن تتعرض المواد الغذائية الميتة في وقت الحفظ وقت الحفظ والتوزية كاللحوم الحمراء والدواجن والأسماك للتلف الميكروبي أكثر من المواد الحية يعني هذه المواد الميتة إذا أنا ما لحكتش أبعدتها على التجميد مباشرة ممكن إيش يتأدي إلى تلفها نوعا ما فلازم إيش أسرع في إيش في نقلها إلى التجميد وبالتالي فأنها تحتاج لطرق معالجة وحفظ أكثر دقة وصرامة في حالة المواد الغذائية الميتة فأن الحاجة لحفظها تكون في حماية الخلية الميتة من كل قوة التلف والتعفن والصدع الميكروبي أحسن حل إلها إن أنا أول ما أخذ أخذ المواد الميتة هذه اللي هي اللحوم والدواجن والأسماك إنه على السريع أتعامل معها أبدأ في تخزينها مباشرة للتجميد مباشرة ما تركهاش فترة أشان إيش ممكن يتغير طعمها أقولونها في هذه الفترة في حين أنه في حالة المواد الغذائية الحية كالفواكع والخضرات فإن حقيقة الحياة نفسها تعمل على مقاومة الغزو الميكروبي وبالتالي فإن حفظ هذه المواد هو بحفظها حية والعمل على التقليل من تأثير نشاط الأنزمات للتقليل من معدل نطجها يعني أي واضح الكلام يعني أنتو لو قرتو ممكن إيش تستوعبوا الآن الخزن البارد Cold Storage هنا بعيد نفس الحكي اللي إيش بحكيه في كل مرة إنه بدي يحافظ على إيش المواد الغذائية من التلف باستخدام التبريد الميكانيكي هنا وبحكي هنا تستخدم درجات الحرارة المنخفضة في حفظ الأغذية القابلة للتلف حيث تعمل درجات الحرارة المنخفضة على وقف وتقليل نشاط مسببات التلف من الأنزمات والأحياة الدقيقة كلام يعاد نفس الإشي المهم هنا في الموضوع بقول وتظل هذه الطريقة من الطرق الجيدة لحفظ الأغذية القابلة للتلف ولما تتخسين تختلف باختلاف المنتج طبعا هنا بحكي عن إيش طريقة إيش الخزن البارد يعني كيف تحطها في مخزن وتحتفظ بها بدرجات حرارة باردة هنا بيجو قلك يصنف الخزن البارد إلى ثلاث أنواع النوع الأول خزن بارد قصير الأجل والنوع الثاني خزن بارد طويل الأجل والنوع الثالث خزن بارد مجمد إذن هاي الثلاث أنواع اللي عندي الخزن للتبريد اللي هي خزن بارد قصير الأجل خزن بارد طويل الأجل خزن بارد مجمد مجمد الآن نحكي عن الخزن بارد قصير الأجل إيش المقصود الخزن هذي كلمة الخزن يعني قصده تخزين مش قصده مخازن التبريد يعني أنه أنا بخزن تخزين بارد قصير الأجل وهنا عندي تخزين بارد طويل الأجل إيش المقصود في التخزين البارد قصير الأجل هو يبرد المنتج الغذائي في هذه الحالة ويحفظ عن درجة حرارة أعلى من درجة حرارة تجمده إذا هو بتجمد عن درجة 2 أنا بحفظه عند 4 أو 3 أو 5 ويقترن الخزن البارد قصير الأجل دائما بمؤسسات البيع بالتجزئة حيث أن حركة البيع المنتج تكون سريعة نسبيا مما يساعد المنتج المخزن على الاحتفاظ بنوعيته وقيمته الغذائية عند الاستيلاك هان تتراوح مدة التخزين المنتج في حالة التخزين القصير الأجل بين يوم واحد ويومين وقد تصل إلى مدة أسبوع اتمادا على المنتج يعني قديش المنتج بقدر يتحمل ولكنها لا تتعدى 15 يوما بأي حال من الأحوال الخزن تخزين البارد القصير الأجل مستحيل تتعدى إلى 15 يوم في العادة يوم واحد ويومين وبتكون التخزين بكون درجة حرارة أعلى من درجة تجم وحرارة تجمده يعني قلنا إذا تجمده صفر ممكن إحنا نخزنه بأعلى من ذلك وممكن تكون 3 أو 4 درجة حرارة أما الخزن أو التخزين البارد طويل الأجل إيش بقول يبرد المنتج الغذائي ويحفظ عن درجة حرارة أقل من درجة حرارة تجمده يعني لو درجة حرارة تجمده صفر أنا أبدأ أحفظه عن ناقص 2 ناقص 3 حسب المنتج ويقترن هذا النوع من التخزين بالنشاط التجاري الذي تمارسه مؤسسات تجارة الجملة إذن الأول كان إيش؟ البيع بالتجزئ هذا تجارات بالجملة بكميات كبيرة وتتراوح مدة تخزين من 7 إلى 10 أيام وتتراوح مدة تخزين من 7 إلى 10 أيام للمواد الغذائية الحساسة زياد طماطم والبروكلي طيب وعندك من 6 إلى 8 شهور للمواد الغذائية التي لها القدرة على البقاء تحت ظروف التخزين المعينة بعطيك مثل اللحومة الخزن البارد المجمد نجح الخزن البارد المجمد إذن قلنا أول إشي خزن بارد قصير الأجل وخزن بارد طويل الأجل والخزن البارد المجمد الخزن البارد المجمد هذا لازم ينحفظ عن درجة حرارة تتراوح من ناقص 12 درجة إلى ناقص 23 درجة هذا الخزن البارد طويل الأجل أقل من درجة تجمده يعني إذا تجمده عند 1 أو 0 معناته بحفظه عن ناقص 3 ناقص 2 لكن هذا البارد المجمد لازم تكون درجة الحرارة ناقص 12 إلى ناقص 23 وغالبا إيش الهدف منه الحفاظ على المنتج الغذائي في الحالة الطبيعية لمدة طويلة يعني أنا بحتفظ عليه في مدة طويلة في حالة الطبيعية يعني لما بعد ما أجل استخدمه بحس أنه أقرب للطبيعة عشان هيك بتكون درجة تجمد درجة الحرارة اللي بخزن فيها من ناقص 12 إلى ناقص 23 وغالبا ما تكون درجة الحرارة ناقص 18 هي الغالبة في التخزين البارد المجمد هذا بارد مجمد ويمكن تجميد معظم المنتجات الغذائية الطبيعية مثل اللحوم والخضروات والفواكه كما يمكن أيضا تجميد المنتجات الصناعية والاحتفاف بها لفترة طويلة مثل الخبز والمعجنات والآيسي كريم طبعا نيجي لظروف التخزين هنا ظروف التخزين مهمة بيحكي أن الظروف المثلة لتخزين أي منتج غذائي تعتمد بالضرورة على نوع المنتج ومدة التخزين إذن بتعتمد عن شغلتين نوع المنتج ومدة التخزين وعموما يمكن القول بأن هناك مرونة في ظروف التخزين قصير الأجل أكثر من ظروف مطلوبة للتخزين طويل الأجل طويل الأجل لازم أنا أكون عندي ظروف محكوم إلها بشكل أكبر درجة حرارة قديش عشان بدي أخذ مدة طويلة أما ظروف قصير الأجل فهذه بيكون عندي مرونة فيها لأنه كلها يوم أو يومين ممكن تكون زي حكينا في الأول توضح الجداول هذا الحين حن نفرجيكم الجداول ظروف التخزين قصير الأجل وطويل الأجل في بعض المواد الغذائية المختارة مثل الضروات والفواكه واللحوم وأنا بحكي لك يجب التنويع أن ظروف التخزين مذكورة في تلك الجداول هي جهد تجارب يعني هذا ما جاتش من فراغ الجداول في ناس جربوا وبلغوا ونشروا هذه التجاربهم فالحين عشان هيك حددها الموقع هذا المرجح هذا للتبريد والتجميل محطوطة في كتاب هاند بوك تم تأليفه 1994 1994 زي استندرات لأي تجميل أو أي تبريد أو أي حاجات أخرى ويجب الأخذ بها بصورة دقيقة عند أي تطبيق يعني عند أي تطبيق بدأ أخذ بالمراجع أو الجداول هذه في هذه الاعتبار وتعتبر درجة الحرارة والرطوبة النسبية من أهم خواص التخزين بالذات لتلك المواد الغذائية أي جداول عندنا زي ما أنتوا شايفين أي فيه الجدول الأول اللي هو ظروف التخزين للخضروات والجدول الثاني ظروف التخزين للفواكه ماشي الحين إيش الخضروات عندي فصولية من درجة حرارة الحفظ من سبعة لعشرة الرطوبة النسبية لازم تكون عندي خمسة وتسعين لمية درجة التجمد للفصولية ناقص سبعة من عشرة هذه يعني مش ناقص واحد أعلى من أقل من يعني أقرب للصفر يعني ناقص سبعة من عشرة لسه موصلة تشتير ناقص واحد وزمن الحفظ من سبعة لعشر أيام وعندنا الجزر أي معطيك درجة حرارة عند الصفر ومن ثمانية وتسعين لمية الرطوبة النسبية ودرجة تجمد من ناقص واحد وأربعة من عشرة من أربعة إلى ست أسابيع عندك البطاطس اللي هي البطاطا العادية إحنا بنقول عنها بطاطس هم بقولوا بطاطس إحنا هي البطاطا عندي درجة حرارة الحفظ سبع درجات ودرجة الرطوبة النسبية من خمسة وتسعين إلى تسعين وناقص سبع من عشرة درجة التجمد إذن هذا حفظ قصير الأجل لأنه ليش بحتفظ عن درجة حرارة أعلى من درجة حرارة التجمد درجة حرارة التجمد ناقص سبع من عشرة وعندنا لازم أحفظها عند سبعة هاي الرطوبة النسبية خمسة وتسعين تسعين إلى خمسة وتسعين أنا ما أعطيني فراغ أنه بتكون إيش الفترة مفتوحة البطاطس الحلوة البطاطا الحلوة من تلاتة عش لسبتعش درجة الحرارة وناقص واحد تلاتة من عشرة من أربعة إلى ست أشهر هاي بقدر أحتفظ فيها من أربعة إلى ست أشهر هادي بيكون طويل الأجل أو هو هادي باحتفظ فيها من أربعة إلى ست شهر مدة طويلة بتقدر تصبر قلنا حسب المونتج السبانخ درجة الحرارة عند صفر وعندي درجة تجمد للسبانخ ناقص ثلاثة من عشرة من واحد إلى اثنين أسبوع الطماطم باحتفظ فيها من خمسة إلى سبعة وثلاثة إلى سبع أيام درجة تجمد الطماطم ناقص نص وزي ما قلنا هذا قصير الأجل تخزين نجعل الفواك عند التفاح بقدر أحتفظه من ناقص واحد لعند أربعة بس ما يزيدش عن أربعة والرطوبة النسبية إذن درجة حرط الحفظ والرطوبة النسبية أهم شيء وهنا بعطيك درجة التجمد لناقص واحد واحد من عشرة وكديش بقدر أحتفظه أحتفظ فيه من ثلاثة إلى ثمان أشهر عند المشمش باحتفظ فيها من صفر وهانا جميع الفواكه اللي بتخطر عبالك موجودة هان هاي الخوخ والبرقوق كل واحد درجة حرارة الحفظ ودرجة الرطوبة النسبية تقريبا من تسعين إلى خمسة تسعين في المية ودرجة تجمد ناقص تمانية من عشرة يعني مش صفر أقل من صفر بتجمد هانا الرمان بتجمد عن ناقص ثلاثة ولازم أحتفظ ايش صفر ودرجة الرطوبة النسبية له تسعين ومن أربع من شهرين لأربع شهور نيجي على الجدول التالت عندي هذا الجدول روف تخزين للحوم والأسماك يعني بحكينا على ظروف تخزين اللحوم والأسماك عند المنتج بقر طازج من صفر لواحد درجة والرطوبة النسبية له آآ تمانية أو تمانين لاثنين وتسعين ودرجة تجمد البقر عند اثنين بون سبعة وزمن الإيش الحفاظ واحد إلى ستة أسبوع وبقر آآ أو كبدة عند صفر درجة تجمد واحد ناقص واحد وسبعة من عشر خمسة أيام عندك هاي السمك من ناقص واحد لواحد درجة تجمد السمك ناقص اثنين واثنين من عشر من خمسة لأربعطاش أيام هذا اللي في الأيام بكون إيش قصير الأجل لأنه أنا بحتفر درجة حرارة الحفظ بتكون أعلى من درجة حرارة التجمد هذا الشرط قصير الأجل طيب هاي عنا كل شي الضان المجمد هذا الضان طازع صفر درجة الحرارة التجمد ناقص اثنين واثنين من عشرة وعندي الضان مجمد هذا كتير مجمد من تمانية لأثنى عشر أشهر هذا إيش طويل الأجل وعندي دواجن طازجة من ناقص اثنين لصفر وعندي درجة تجمد ناقص اثنين تمانية من عشرة واحد سبوة هانا من ناقص اثنين لصفر أعلى من ناقص اثنين وثمانية عشان يسموه قصير تخزين قصير الأجل عنا زنهم شغلتين درجة الحرارة التخزين والرطوبة النسبية وحركة الهواء بيحكي انه يتضح من الجداو الظروف التخزين مشارع لي على ان درجة الحرارة مثل لتخزين معظم لامتجات الحية تكون أعلى بقدر بسيط من درجة حرارة التجمد وشوفنا هذا الكلام يعني هايو بنشوف عنا من صفر أعلى من ناقص 2 و7 من 10 أعلى بسيط وهنا عندنا ناقص 1 أعلى من درجة تجمد ناقص 2 و2 فهو بقول انه ايش تكون أعلى اللي هي التخزين معظم المنتجات الحية تكون أعلى بقدر بسيط من درجات حرارة تجمد تلك المنتجات طيب ايش يعني الحية قلنا الخضروات في الفواكه هذا الجدول للحوم والمنتجات الميتة البقر والحوم بشكل عام والأسماك والدواجن لكن الحية اللي هي قدرات فواكه وتأثر نوعية المنتج ومالتخزين إذا تم تخزينه عند درجة حرارة أنمو صباحة تتعرض بعض أنواع القدرات في الفواكه لم يسمى بأمراض التخزين الباردة فتصاب الحمضيات مثلا بتأكل القشرة إذا خزنت عند درجة حرارة أعلى من درجة حرارة المطلوبة يعني كل إشي بالنسبة لظروف تأكل كل إشي بدنا نمشي على الجدول نخزدهم حسب الجدول المعطينية عشان أضمن أنه ما يتغير حالها زي زي أنا بحكي لك بالنسبة للحمضيات بتتأكل القشرة إذا خزنت عند درجات حرارة أعلى من درجة الحرارة المطلوبة أو تصاب بتصمر القشرة بصير لونها أصمر عشان هيك في أحيان ببيعوا البردقان والحمضيات ببعوها عندنا بجوام إسرائيل بكون لونها على صمار بكون هالظروف التخزين ما كانت سريمة عند التخزين يعني بكون مخزنين لازم أخزنها مثلا عند درجة واحدة وخزنها عند درجتين أو ثلاثة لانيك بسأل لازم ألتزم بالجداول اللي كانت موجودة معي عشان أضمن إنه إيش يكون التخزين بصورة صحيحة الرطوبة النسبية وحركة الهوى بحكي يتطلب حفظ الأغذية غير المغلفة مراقبة الرطوبة وحركة الهوى لأنها مش مغلفة أنتوا عارفين اللحمة مثلا بتكون إش مغلفة فلازم أراقب الرطوبة وحركة الهوى داخل غرفة التخزين بجانب درجة حرارة التخزين زي ما أنا قلنا الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة هن المهم ومن أهم الأسباب تؤدي لتلف المواد الغذائية كاللحوم والدواجن والأسماء والفاك والقدروات هو فقدان الرطوبة أثناء التخزين فلازم تكون عندي رطوبة عالية شوية أو في رطوبة عساس إيش حتى ما تصابش التلف لأنه إذا فقدت الرطوبة أثناء تخزين هذه المواد بما يسمى جفاف السطح تحسوا أنه بيصير جفاف على السطح في اللحمة أو الإش بكل لون هتغير عن اللون الجو لأنه بتكون فقدت الرطوبة من السطح وتفقد الخضروات والفواك الجزءا كبيرا من وزنها وقيمة الغذية إذا ما تعرضت لهذه العملية لفقدان الرطوبة فعشان هيك أنا لازم أحطها عند رطوبة المطلوبة لكل نوع أنا عندي من تسعين لخمسة وتسعين الرطوبة النسبية لازم تكون في حين أن الجفاف السطح في اللحم والدواج يتسبب في تغيير اللون والإنكماش كما تزيد هذه العملية من الأكسدة داخل مادة الغذية ممكن يؤدي إلى تلفها بسرعة كما تحدث عملية جفاف السطح كلما كان ضغط البخار في المنتج أكبر من ضغط البخار في هواء التبريد المحيط فرقزوا هذه الجملة ممكن تجيكوا كاختيار من متعدد إذن تحدث عملية الجفاف السطح كلما كان ضغط البخار في المنتج أكبر من ضغط البخار في الهواء التبريد المحيط يعني ضغط البخار في المنتج داخل المنتج أكبر من ضغط البخار إيش في هواء التبريد المحيط وهذا بسموها بصير عملية جفاف للسطح ليش لأنه بتجمع ضغط البخار في المركز في مركز الجسم أو المنتج فبصير أكبر من إيش من ضغط البخار في هواء التبريد ويتناسب معدل فقدان الرطوبة من المنتج مع الفرق في ضغط البخار بين المنتج والهواء كما أن الفرق في ضغط البخار بين المنتج والهواء يتناسب مع الرطوبة النسبية وسرعة الهواء داخل غرف التخزين عشان أنا عشان أضمن المنتج يخزن طريقة سليمة لازم التزم بالجداول لأنه هذه الجداول نتائج تجارب محققة ومجمعوها وحطوها في كتاب اللي حكنا لكم عنه قبل شوية نكتفي بهذا القدر لأنه قربنا على 40 دقيقة وعلى عدم مش مسموح لنا أكتر من 40 دقيقة وإن شاء الله حنكمل في اللقاء الجاي أترككم على خير وشكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر